السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التهاب المفاصل الروماتويدي روماتويد أرثرايتس هو أحد أمراض المناعة الذاتية في الجسم تتكون أجسام مناعية عند الإصابة بالتهاب مفاصل روماتويدي والجسم يهاجم نفسه يعني الأجسام المناعية تهاجم أغشية المفاصل بالجسم وأي مفصل في الجسم مفاصل اليد مفصل الركبة الحوض الكاحل كل مفاصل الجسم حتى أن الأجسام المناعية يمكن أن تهاجم أعضاء في الجسم وليس المفاصل فقط وكون التهاب المفاصل الروماتويدي مرض مناعي ذاتي فللأسف ليس له علاج ناجع يعني ليس له علاج شافي نهائي كل ما أقدمه أنا وزملاء الأطباء هو محاولة لتثبيط وتهدئة الجسم كي لا يهاجم نفسه المتابعة مع الطبيب هامي جداً حتى لا تتفاقم الحالة وتتطور سوءاً وتصل لمرحلة يكون وقتها لابد من العمل الجراحي مثل حالات تشوهات بعض مفاصل اليدين حيث يكون العمل الجراحي هام جداً طيب ما هي أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي؟ جهازك المناعي يقوم بتصنيع أجسام مناعية للدفاع عن جسمك وعندما تخطئ هذه الأجسام المناعية وعندما تخطئ هذه الأجسام المناعية هدفها وتقوم بمهاجمة جسمك تظهر في جسمك أمراض اسمها أمراض المناعة الذاتية من هذه الأمراض التهاب المفاصل الروماتويدي وشائع بين الناس باسم روماتويد وطبعاً غير السبب السابق ممكن يكون هناك سبب جيني أو أسباب أخرى أول عرض ألم مفاصل لا يظهر بشكل مفاجئ إنما يظهر ويترقى تدريجياً خلال أشهر غالباً الألم يظهر في عدة مفاصل والشائع هو مفاصل اليد والرسغ الألم يظهر صباحاً غالباً باليد وممكن الرسغ وأحياناً بجميع مفاصل الجسم ممكن يظهر الألم بالقدمين الركبة، الكاحل، مفصل الفخذ مع الحوض، المرفق، الكتف وأحياناً بفقرات العنق طبعاً الطريقة اللي حكيت عنها بظهور الألم هي الطريقة الشائعة لكن ممكن يظهر الألم بطرق أخرى متعددة في مفاصل الجسم من الأعراض أيضاً غير الألم وذمة بمفاصل اليدين تلاحظها صباحاً ومن الأعراض أيضاً تيبس مفاصل صباحي باليدين والقدمين وممكن بالظهر أثناء محاولة الوقوف بعد جلوسك لفترة ساعة مثلاً من الأعراض أيضاً إحمرار وسخونة المفاصل مع الألم هذه الأعراض تظهر صباحاً لكنها تتحسن وتختفي خلال ساعات وعلى مدار اليوم لما تظهر عندك هذه الأعراض وخاصة إذا بأسرتك أو عائلتك يوجد شخص لديه أحد أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب مفاصل روماتويدي أو صدفية أو ذئبة حمامية إذا ظهرت هالأعراض يجب زيارة الطبيب الاختصاصي بأمراض المفاصل والروماتيزم لتشخيص المرض بشكل مبكر والبدء بخطة علاج مناسبة والأعراض التي ذكرتها لها استثناءات لكن تبقى هي الأعراض الأساسية أنا هنا أساعدك فقط وأرشدك كي تهتم وتتجه للطبيب وكما أقول دائماً لا يوجد حالة مريض تطابق حالة مريض آخر كل حالة مريض هي حالة مختلفة عن الآخر في التهاب المفاصل الروماتويدي وفي كل الأمراض لذلك تشخيص المرض معي أو مع أي طبيب آخر ليس من خلال ما تكتبه في التعليقات من أعراض يعني يا دكتور أنا أشكو من كذا وكذا وكذا برأيك ما هو العلاج أو برأيك ما هو التشخيص اليوتيوب لا يشخص أمراض لا في قناتي ولا في قناة أي زميل من زملاء الأطباء ولا يمكن من خلال التعليقات تشخيص أي حالة أو كتابة أي وصفة علاجية لذلك استشارة الطبيب ضرورية طيب ما هي الفحوصات والتحاليل المخبرية التي يتم إجراؤها للمريض التهاب مفاصل روماتويدي بعد فحص المريض يتم طلب صورة شععية بسيطة إيكو أمواج فوق صوتية وممكن تصوير مقطعي أو مرنان مغناطيسي MMR حسب كل حالة ويتم طلب تحاليل مخبرية سرعة الترسيب CRP لتأكيد وجود حالة التهابية تحليل الأجسام المضادة يعني العامل الروماتويدي وأنتي CCB وهذه تحاليل مناعية يمكن أيضا إجراء تحليل أنتي ANA والذي يكون إيجابي في عدد من الأمراض المناعية وممكن طلب تحاليل مناعية أخرى حسب حالة المريض ويتم طلب تحليل وظيفة الغد الدرقية وتحليل وظيفة الغدى تجار الدرقية لاستبعاد وجود مشكلة فيها موجودة مع الالتهاب المناعي في المفاصل يجب إجراء تحليل صورة للدم كاملة وأنزيمات الكبد ووظائف الكلا يجب إجراء تحليل الفيروسات الكبدية المزمنة فحص مهم للتأكد من أن هناك إمكانية لإعطاء المريض مثبتات مناعية إذا كانت تشخيص مرض مناعي التهابي نشط في المفاصل طيب جرعة الكورتيزون والأدوية المثبتة للمناعة هل هي الحل الوحيد والدائم؟ علاجك وأدويتك ممنوع تتركها أو تستغني عنها لا في هذا المرض ولا في أي مرض آخر مثل السكري والضغط والكوليسترول الكبد الدهني إياك أن تعدل الجرعات أو تترك الدواء إلا بإشراف الطبيب طيب ما هو النظام الغذائي لمريض التهاب المفاصل الروماتويدي؟ النظام الغذائي الذي سأتحدث عنه مفيد ومساعد لتحسين النتائج الخاصة بالخطة الدوائية العلاجية بداية سأذكر الأطعمة الضارة لمريض التهاب المفاصل الروماتويدي وتزيد من الحالة الالتهابية وتفاقمها السكر الأبيض المكرر والحلويات والمعلبات والزيوت النباتية المكررة والمهدرجة والحبوب المكررة فتناول هذه الأطعمة يزيد من الحالة الالتهابية بالجسم وفي المفاصل بشكل خاص ويعتبر السكر المكرر الخطر الأكبر على المفاصل وطبعا السكر الأبيض والسكر البني مختلفان باللون فقط لكن لهما نفس التأثير الخطير على المفاصل يجب أيضا الابتعاد عن الشيبسات والمقرمشات والحليب كل أنواع الحليب وإذا كان لابد من بديل فالبديل الصحي للحليب هو حليب جوز الهند بالنسبة للزيوت المكررة والمهدرجة هي تسبب زيادة الحالة الالتهابية بالجسم وتشمل زيت عباد الشمس وزيت الذرة وزيت الصوية وزيت النخيل الموجود بالشيبسات والبسكويت وجميع النقرشات المعلبة أو الموجودة في أكياس هذه الزيوت فيها نسبة كبيرة جدا من أوميغا سيكس وأوميغا سيكس يحرض الالتهاب بشكل كبير ويزيد من الحالة الالتهابية بالجسم بالنسبة للحبوب المكررة الضارة القمح منتجات القمح الدقيق الشعير الحنطة السوداء والدخن خبز مع كارونا بيتيفور معجنات جميعها تحت بند الحبوب المكررة هذه الحبوب تحرض الالتهاب بشكل عام وتزيد من الحالة الالتهابية بالجسم بسبب وجود بروتين بتكوينها هو الغلوتين اللي بيزيد من حدة الأعراض وسوء حالة المريض الشفان ممكن يكون بديل لهذه الحبوب فهو لا يحتوي على الغلوتين وذكر بضرورة الامتناع عن الأطعمة المالحة وتقليل تناول الشاي والقهوة الأطعمة والأغذية المفيدة بعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي زيت الزيتون البكر الممتاز هو أفضل الزيوت على الإطلاق وخاصة لمريض التهاب المفاصل الروماتويدي له تأثير مضاد للالتهاب وأيضا مضاد الأكسدة الأطعمة الغنية بأوميغا ثري مفيدة جدا مثل الأسماك وخاصة سمك السلمون ويفضل تقليل تناول اللحوم والامتناع تماما عن اللحوم المبردة واللحوم المصنعة والوجبات السريعة المكسرات مفيدة جدا وخاصة الجوز واللوز الفاكهة المفيدة التفاح والفريز أو الفراولة والعنب الأحمر والأسود التوت الأحمر والأسود الرمان الخضروات بشكل عام جيدة ومفيدة وخاصة الخضروات الورقية أيضا البصل والتوم لمن ليس لديه مشاكل هضمية الفلفل الحمراء والخضراء وأيضا البطاطس والخرشوف مفيدة جدا لبن الزبادي والأجبان مفيدة ليس فقط لتحسين الحالة الالتهابية للمريض إنما لحماية المريض من الإصابة بهشاشة العظم وأيضا الإصابة بالكسور خاصة عند كبار السن وأيضا هي تقلل من فرصة الإصابة بمرض السكرينوعتاني والإصابات الوعائية الرز البني كامل القشرة مفيد الكينوة الكاملة مفيدة الشوفان مفيد القرص أو القراس أو الحريقة أو الحريقة كما تسمى في بلاد المغرب العربي نبات مفيد جدا لمريض التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن طبخه مع زيت الزيتون مثل السبانخ أو الخبازة وإضافة القليل من عصير الليمون والتوم إلو وتناوله هذه النبتة فيها أشواك كثيرة وصغيرة على الأوراق وتحت الساق ربما عشرات آلاف الأشواك وضع النبتة على المفصل المصاب وفرقها عليه له تأثير مفيد جدا مع أنها مزعجة للجلد قليلا لكن فائدتها المفصلة كبيرة فهي تعمل كمضاد التهاب وأيضا كمضاد هستامين ومفيدة لحالات الحساسية بشكل عام ممكن إضافة هذه النبتة للشوربات وممكن غليها وشربها مثل أي مشروب دافئ هي منتشرة في جميع دول العالم تقريبا ورخيصة الثمن حتى أنها موجودة في معظم الأراضي الزراعية لبهارات والأعشاب المفيدة لمريض التهاب المفاصل الروماتويدي ومرضى الأمراض المناعية الأخرى يعني التهاب المفاصل الصدفي التيبس الفقاري والذئب الحمامية الكركم مفيد جدا كمضاد التهاب ومضاد أكسدة الفلفل الأسود مفيد جدا جدا فهو بيرفع من كفاءة الكركم إذا تناولهما المريض معا وتكون الفائدة أكبر بعشرات المرات الزنجبيل رائع ومفيد كمضاد التهاب ومضاد أكسدة القرفة مفيدة جدا وخاصة إذا كان المريض بدين فهي تساعد في تنزيل الوزن وتحسين مستوى السكر بالدم الميرامية وإكليل الجبل أو الروزميري والزعتر أعشاب مفيدة جدا لهذه الحالة ولها تأثير مضاد للالتهاب طيب ما هي المكملات الغذائية الهامة والمفيدة لمريض التهاب المفاصل الروماتويدي المكمل الأساسي هو أوميغا 3 جرعة أوميغا 3 هي 1 جرام صباحا ومساءا بعد الوجبة ومدة العلاج 3 أشهر مبدئيا لكن يمكن أن يعاد كورس من أوميغا 3 بناء على ما يراه الطبيب مناسبا لحالة المريض فيتامين دال مفيد في هذه الحالة وفي جميع الحالات بشكل عام هذا يتوقف على حالة المريض ورأي الطبيب الذي يمكن أن يضيف مكملات أخرى بحسب كل حالة طيب ما هو برنامج الحياة الصحي؟ الأمر الأهم هو الامتناع عن التدخين والامتناع عن تناول الكحول والابتعاد عن الضغط النفسي لسترس قدر الإمكان ممارسة تمرين التنفس مفيد جدا شهيق عميق وزفير طويل 4 إلى 5 دقائق يوميا صباحا النوم المبكر والاستيقاظ المبكر شرب كميات كافية من الماء والسوائل الدافئة على مدار اليوم أرجو أن يأتي يوم قريب يتم فيه وصف خطة علاجية لمريض التهاب المفاصل الروماتويدي أيضا لكل الأمراض خطة لفترة محدودة يشفى فيها المريض تماما ونستغني بها عن الأدوية حاليا يجب الالتزام بالأدوية العلاجية الموصوفة للمريض والتي تعدل مسار المرض وأيضا تتحكم بالنشاط المناعي للمفاصل وتقلل هذا النشاط المناعي وربما تخفضه وتخمده تابع مع طبيبك وأصبر الموضوع يحتاج لصبر ومتابعة ومراجعات دورية أحبائي شكر كبير لكل متابع غالي دعم قناتي بميزة شكرا وشكر كبير للأحب اللي ينضموا للقناة وأصبحوا شركاء داعمين لقناتي وعم يتواصلوا معي عبر الواتس أب عن طريق الانضمام الأحب اللي عم يسألوا عن كيف يتواصلوا معي عبر الواتس أب ما في غير طريقة واحدة هي الضغط على زر الانضمام واختيار مستوى فيه واتس أب بعد اختيارك لهالمستوى سيكون متاح التواصل عبر واتس أب طبعا رابط صفحتي على الفيسبوك موجود بالقناة تابعوني دائما وكونوا بخير بإذن الله بشكركم وبحبكم جميعا وبتشرف فيكم وسعيد بوجودكم بقناتي ودعمكم إلي محبتي لكبيري وتمنياتي القلبية بالخير والصحة والسعادة والسلام لكم وللعالم أجمع كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته